يبدو للوهلة الاولى ان هذه الحيوانات من الزواحف لم يحل محلها من هو اكثر فعالية من الثديات ولكن بلا منازع فانميزاتها المكنتها من السيطرة على منافسيها فعملية الايض لديها بطيئة وهذا يعني ان باستطاعتها الغوص لمدة اطول وبحاجة الى كمية طعام اقل هذه التمسيح لم تتناول طعامها منذ اربعة اشهر لا يوجد حيوان الثدي يبقى هذه المدة بلا طعام ويبقى على هذا المشاط ان التمسيح كانت موجودة منذ زمن بعيد هذه التمسيح لا ترقد هنا بالصدفة فهي تعرف بعضها البعض وتحترم انفسها عند الاكل ومعا تشكل فريقا قاتلا انها تشبه قطعان الذئاب المفترسة وقلة فقط من الحيوانات الاخرى تجرؤ على تحديها ان حيوانات فرس النهر هي من الحيوانات الثدية الوحيدة التي تشاركها بانتظام في بيئتها يوجد تنافس بينها ويبتعد كل منها عن الاخر يلتقيان فقط على ضفاف الانهر ومع كل الاختلافات بينهما فان هناك الكثير من الامور المشترك بينهما فكلهما ضخم كلاهما يعيش في مجموعات وكلاهما يقسم النهر الى مناطق نفوذ وتدافع عن هذه المناطق الذكور تفسح التماسيح عادة الطريق لحيوانات فرس النهر حيث ان وزن هذه الحيوانات يتعدى الطن الواحد وهو متقلب المزاج واسنانه ضخمة تفضل التماسيح الحمام الشمسي على انفراد لكن عند ولادة عجول فرس النهر تجدها التماسيح فريسة دسمة وبالرغم من ذلك فان انثى فرس النهر تترك القطيعة حتى تلد وتتأكد من ان عجلها صغير يتطبع بطباعها وفي هذا الوقت تكون حريسة على عجولها ان شهر اكتوبر شهر التناسل وتقوم ذكور التماسيح بجمع الاناث حولها تنشب المعارك على الارض ولكن معظم الاجزاء من الضفة تتحكم بها الذكور الكبير على مدار السنة وللصغار المنافسة فرصة ضئيلة لاخذ جزء من هذه الارض المستولية على مناطق النفوذ تبرز وضعها بشكل ذكي ولطيف هناك اشارات كالرائحة مثلا يفرزها الذكر لاغراء الاناث للقدوم الى المنطقة ان رفع الانف عند التمسيح يعني اشارة القبول وتستخدمها الاناث وتعني اننا هنا هذه الحركة هنا تعني سلوكا عدوانيا تدل الابحاث في جنوب افريقيا على ان التمسيح تستطيع العيش في ازواج وفي بعض المناطق فان التمسيح الذكور تجذب اكثر من انت عند انقضاء فصل التناسل يعم الهدوء والسلام مرة اخرى وعند هطول الامطار تتكون بركم من الماء في كل مكان وتأتي بعض الحيوانات للشرب حيث تكون التمسيح بانتظارها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الجو يتغير بشكل مذهل وسريع وكذلك سلوك التمسيح يتغير الضغط الجوي فعند انخفاض الضغط يكون انذار بجو بارد وهو يؤدي الى توقف عمل الجهاز الهضمي عند التمسيح وبالتالي الى التوقف عن الصيد اما في خط الاستواء فانها تصطاد على مدار السنة حتى في فترة الصباح الباردة بالنسبة الى التمسيح فان المطر هو مجرد ازعاج لها اذ يغطس الواحد منها تلو الاخر للسباحة بسلام تحت السطح بعيدا عن الضجيج ان الامطار تعمل على ارتفاع منسوب مياه النهر ويتغير شكل المنحدرات العميقة وتصبح الضفاف الرملية مغطاطا بلون اسمر كاكي الحياة تتغير كليا بالنسبة الى حيوانات النهر اذ ان معظمها يبدأ بالبحث عن مأوى في مناطق حيث الماء اكثر هدوءا اما طائر مالك الحزين فيستطيع ان يتكيف بفضل الله في معيشته هنا الاماكن الصخرية ضيقة في النهر تتحول الى منحدرات من الماء الهائج قلة من الحيوانات تقوم بقطع النهر على الرغم من انها تجد صعوبة في وضع اقدامها على الصخور العميقة يناير حيث توقف المطر منذ اسابيع وانخفض منسوب المياه في كل ليلة من الان تبدأ الاناث من التماسيح بجر نفسها الى الشاطئ اذ امامها اهم عمل لهذا العام وهو وضع الضيب تتجمع الاناث هنا كل عام لان المواقع الجيدة قليلة وبعيدة بالنسبة اليها على كل انثى ان تحفر لنفسها حفرة كبيرة فالساعات القليلة المقبلة ستقرر نجاحها في التناسل لسنة من الان ولعدة ساعات تحفر عميقا في الرمال لن تتوقف حتى تصل اقدامها الى العمق تضع البيضة تلو الاخرى لمدة عشرين دقيقة تقريبا الحيوانات الاكبر عمرا قادرة على وضع مائة بيضة ولكن انثى صغيرة كهذه قادرة على وضع ثلاثين الى اربعين بيضة على الاكثر عندما تضع اخر بيضة تنهض بعناية باعتمادها على ذيلها حتى لا تسحق البيض تستعمل ارجلها الخلفية لتغطية البيض بالرمال تضع التمسيح بيضها في الليل وبعناية تامة تدوس الرمال ولكي لا يضيع ما فعلته سدن وجب عليها عدم ترك اي اثر خلفها هذه الانثى انهت وضع بيضها قبل ليلة او ليلتين والان تكرس نفسها لحماية العش الخطر لا يأتي فقط من لصوص الاعشاش ولكن ايضا مما يقوم جيرانها به من حفريات لا يوجد صراع جدي فالجميع ينتفع من الحراسة وبهذا فان كل الامهات يتحدن لابعاد الخطر جميع الاناث من التمسيح تنعم بدفء الشمس بعد ليلة باردة التناعم بدفء الشمس شيء هام بالنسبة الى التماسيح وما بين الماء واليابسة تخافض التماسيح على حرارة ثابتة الحرارة ايقظت ورل الفيلة وهو حيوان من الزواحة انه لص بارع في سرقة البيض والاوزة هادئة لانها لم تضع بيضها بعد ولكن على التماسيح ان تبقى في الحراسة فاذا ما فتحت اعشاش التماسيح مرة فسرعان ما سيتم افراغها من قبل طائر اللقلق والطيور الجارحة الاخرى لهذا السبب فان التماسيح ترقد على اعشاشها منذ البداية حتى تفقيص البيض ولثلاثة اشهر طويلة وبلا طعام وفي غضون ذلك تحوم حيوانات الورل منتظرة الفرص للفيلة حفر الطريق اذ هي لتهاب من الحيوانات الضارية من وجهة نظر التماسيح فان الفيلة وحوش ضخمة وما زال تصر على عدم فتح الطريق ان فيضنات الفصل الماطر قد جرفت الضفاف في عدة اماكن وظهرت ضفاف رملية جديدة بينما بعض اماكن الراحة قد اختفت اجزاء من بعض المناطق قد جرفت وحاول اصحاب هذه المناطق التوسع بها لا يوجد حيز فارغ فلا احد من الذكور على استعداد للتنازع على القسم الذي اكتسبه كل واحد جازف بحياته ليكسب الحق في مسكنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ان حيوانات فرس النهر هنا لا تتعارك في الحقيقة معظم هجماتها هي للاستعراض فقط ودون ايذاء الخصم المشاجرات الحقيقية بين حيوانات فرس النهر حول مناطق النفوذ كانت دائما تؤدي الى جراح ولسيما عند البدء في استعمال انيابها بشغف وبشكل قاتل ومن دون منطقة خاصة بها لا يمكن لحيوانات فرس النهر التناسل انسحبت حيوانات فرس النهر مرة اخرى للراحة ولجذب عدة اناث ويعلن حيوان فرس النهر ملكيته باحتفال مناسب اما بالنسبة الى التمسيح فان السلام عندها تحصيل حاصل لا يوجد لحيوانات فرس النهر مشكلة مع اقوى الحيوانات الضارية في النهر لكن هناك ما يعرضها للاخطار انه الشريط هذا الشريط ينصب لصيد الضباء في الاجمة على ضفة النهر الا ان الشركة قد انسك امت فرس النهر في قدمها القدم التهبت وتورمت معاناة الانثى المصابة تعني وجبة مجانية للطيور النقارة وبشكل خاطئ يتصور البعض هذه الطيور بانها فاعلة خير لكنها لا يهمها التآم الجرح اذ في نهاية المطاف فان الجزء المصاب ما هو الا طعام لها ان انثى فرس النهر تبدو كسولة وفاترة الهمة عندما يبدأ الطائر برشاقة بقطع اللحم لمعظم الحيوانات المجروحة فان هذه عملية انظفية قيمة اما بالنسبة الى فرس النهر فان الضفافة الرملية للنهر اصبحت الان شديدة الحرارة ولكن التمسيح في وضع افضل فان جلدها الكثيف والمصفح يحتمل الحرارة تحاول انثى فرس النهر المصابة التقليل من عذابها وذلك بالولوج في الماء البارد ان الافخاخ ليست مشكلة للتمسيح لكن هذا لا يعني بان الامور على ما يرام بالنسبة اليها سنة الحياة بان لجميع الحيوانات الضارية الكبيرة التي تصطاد على ضفاف الانهار الافريقية لها مشاكل مع الانسان في بعض الانهار مثل نهر تانا في شمال كينيا اكثر من خمسين شخصا يلاقون حثهم سنويا من هجمات التمسيح قطعانهم هي مورد طعام متنام للتمسيح هذه القطعان تنجذب لهذه المستوطنات اذ ان قتل الحيوانات الاليفة اسهل بكثير للتمسيح من صيد الحيوانات البرية اليقظة يحاول الرعاة طرد التمسيح قبل اخذ حيواناتهم لكن الرعاة لا يأخذون هذا الامر بجدية ما يؤدي الى نتائج مميتة ادى الصراع الى صيد وحشي وبلا رحمة للتمسيح وكان الطلب دائما حادا على جلد تمساح ملايين ماتت ونقص العدد بشكل جذري وفي عام ثلاثة وسبعين وضع تمساح النيل على القائمة الحمراء للاصناف الخطرة لا توجد بنادق في القارب ولا داعي لهذا التمساح من الخوف على حياته جاء الصيادون من مزرعة التمسيح وهم بحاجة الى هذه الحيوانات على قيد الحياة بعد ربع ساعة اصبحت تمساحه منهكا بشكل تام لم تعد له القوة في عضلاته انها تتجاوب مع صدمة عنيفة من العراك الطويل من الان وصاعدا اصبح عمل الصياد سهلا لكن عليه اخذ الحذر والاحتياطات شريط من مادة لاسقة كاف لتأمين فكيه الهائلين ان لدائن الشاش ستحمي عينيه في الرحلة المقبلة لعدة مئات من الكيلومترات واخيرا يلف بالخيش ليسهل حمله سيعيش جنبا الى جنب مع اكثر من مئتي تمساح خصصة للاخصاب ان صغار التمسيح تعيش حياة موحشة في البرك كل بركة تحتوي على حوالة 800 من صغار التمسيح وهي بحاجة الى نوعية عالية من الطعام وضعت التمسيح في الانتاج بالجملة في قطاع المواشي او الدواب انه نوع من الاستثمار بعد مرور سنتين فان معدل نموها اخذ بالتراجع ان جلد تمساح المزارع افضل بكثير من جلد تمساح البراري ومنتهكو صيده يجدون صعوبة في تسويق الصغير ويباع في المطاعم الفخمة وهذا يعني بشكل عملي ان تمسيح النيل الافريقية قد تحررت من سرقة الصيد المنظمة بينما هذه الحيوانات تموت لتصبح حقائب واحذية فان على الابواب جيلا جديدا سيطل على هذه الحياة الجمع المرخص للاعشاش البرية وتلك التي تضعها الحيوانات المأسورة تنتج سنويا ما يعادل خمسمائة بيضة تحمم الحيوانات الصغيرة بالمطهرات هذه المواليد الصغيرة تزن فقط واحدا على اربعة الاف من وزن امها مقارنة بالسلاحة التي تنمو بطريقة مماثلة فان التمسيح في البر تحافظ على صغارها بعناية جيدة وليس فقط عندما تكون داخل البيض وتساعد الام من التمسيح صغارها وعندما تشعر ان البيض على وشك التفقيس تسارع الى حفر العش التمسيح كالبشر لديها مستقبلات للضغط حساسة في فكيها عندما يمتلئ حلقها القابل للتمدد تبدأ بالتفقيس في الحفرة والام تسرع ذهابا وايابا حتى لا تتركها بلا رعاية لمدة طويلة وتستمر بنقل الكثير منها من اليابسة ولا تستطيع الانتظار الان طويلا فلديها صغار في الماء بلا حماية بعض الصغار يمكن ان تلحق به اصابة نظرا الى الجهد المبذول لكن الحفر الذي تقوم به الام وبلا قنوط ينقذ عددا كبيرا منها في الساعات الاولى من الحياة وتخرج الاخيرة من قشورها بواسطة فم الام ومعظم الصغار تكسر قشرة سطح البيضة ولسيما اذا كان التراب فوق العش محكما ان بداية كشف هذا السلوك التربوي المدهش للتمسيح حدث قبل ثلاثين عاما وقبل ذلك لم يصدق الناس ان لسلاحة سلوكا له علاقة بالاممة وبعد عدة رحلات ما بين اليابسة والماء فان العش يصبح صامتا اي خاويا وتختفي الام نهائيا مع اخر صغارها اسفل الضفة النهر لكن واجبها بعيد عن النهاية في مثل هذا العمر لا تزال الصغار تعيش على المح باذن الله شكرا اي خ Lux باستطاعة الصغار العناية بأنفسها بعد ستة أشهر من ولادتها ويكتشف الصغار الطرائد على مدى أكبر في النهر سبب نجاح التمسيح هو مقدرتها استكشاف طرائدها على مدى واسع بدءا من الحشرات حتى الجواميس حاليا ليسبب صغير هذا التمساح تهديدا للإوزة والآن عندما يتحرر التمساح الصغير من رعاية أمه يواجه تهديدا لسلامته إذ على هذه التمسيح الصغيرة أن تبتعد عن طريق التمسيح الكبيرة والتي ترى فيها وجبة سريعة خفيفة من الصعوبة بمكان إيجاد ضفاف ضخل على النهر ينساب الماء ببطء مخلفا شواطئ رملية بينما يترك في الخارج منحنيات معلقة هذه العوامل الطبيعية التي تحصل لهذا النهر تؤثر نتائجها في التمسيح وحيوانات فرس النهر إنها رحلة شاقة لحيوانات فرس النهر يزيد وزن فرس النهر عن طنين خطوة خاطئة تسبب له سقوطا في الانحدار تود به إلى الهلك على حيوانات فرس النهر نزول إلى الماء مرة واحدة كل يوم تقريبا أفرس النهر ترعى معظم الأحيان ليلا والحالة الشاذة الوحيدة بهذه عندما يكون الجو ملبدا بالغيوم فقرأت حيوانات ومن دونها تود إن نظفت سحقة الأم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كل شيء يبدو جميلا مياه ضخلة وضفة أول غزل اليومي هو القطة الكبيرة سمعت الغزلان بالتمسيح لكن معظمها لم يؤذها من قبل لكن التمسيح رأت هذه الغزلان من قبل ولعدة مرات وفي الحال ودون أي تسرع كان قطيع التمسيح على أهبة الاستعداد وحتى اللحظة فإن الغزلان لم تدرك الخطر المحدقة بها أدركت فقط أن لديها مشكلة خطيرة أكثر من عشرين تمساحاً يشارك في مجزرة مخيفة كل عام ترجمة نانسي قنقر كل تمساحاً يصطاد بنفسه هكذا طرائض صغيرة من الغزلان والذكور المسنة من التمسيح لا تتعب من المساهمة فهي تستطيع ابتلاع غزالة تومسون دفعة واحدة التمسيح الأصغر أكثر تعاوناً حيث تجد صعوبة في تقطيع الغزلان إنها بحاجة إلى مساعدة شريك آخر من طيناتها في بداية شهر أغسطس يصل النو إلى النهر لا نية لها في عبور النهر فالعيش كافياً حولها إن حيوانات النو تأتي إلى هنا خلال هجرتها السنوية بعد أسابيع قليلة تصبح السهول مغطاة بالماء والقطعان تريد يائسة الرحيل إلى مراعي جديدة ترجمة نانسي قنقر إنها تريد عبور النهر ولكن مجراه يجرها إلى هذا المكان وكأنها في بقرة وجدت نفسها تكافح في طيارات ماء عارمة ومخادعة إن جرفت الحيوانات بعيداً تتجنب التناسيح هكذا فوضى من بين كل أخطار العبور فإن حيوانات النو على الأقل نسبياً تكون آمنة من خطر التناسيح طالما هذه الحيوانات تلتصق ببعضها البعض وفي غضون ذلك وجد القطيع طريقاً أسهل للعبور الصيد هنا ليس بالسهل للتناسيح إذ لا تستطيع بسهولة التقاط طريقتها من على الضفة وكذلك فإن هذه الحيوانات أكثر قوة ورشاقة من غزلان تومسون لكن المتخلفة منها أعطت الفرصة للتماسيح إن حيوانات النو على الضفة غير واثقة بسيرها لقد تخطت حيوانات النو المنحدر وأصبح العبور سهلاً والمنظر جامعاً لآلاف من الحيوانات في الماء إن كثرتها فقط في حشد كهذا هي الخطر الوحيد وأي انزلاق سيكون مميتاً؟ إن عجول النو فقدت الاتصال بأمهاتها وكانت تركض حول حافة الطريق وأصبح عمرها الآن ستة أشهر فقط المنحدر في أسفل النهر جعل القطيع بعيداً عن الجزء المحبب من النهر الشواطئ الصخرية بشجيراتها الكثيفة تبطئ النزول لعبور النهر إن الفوضى في المجموعة الرئيسية كانت خطيرة بالنسبة إلى الغزلان على الغزلان الإسراع فحالما تذهب آخر مجموعة من حيوانات النو سوف لن يكون لديها أي حماية عند وصولها إلى الماء اندفعت القطعان وبقي بعض الحيوانات المتخلفة التي لم تسلم من التمسيح ترجمة نانسي قنقر يزود النهر الطيور التي تقتات بالفضلات لأسابيع تأخذ النسور الأمور بسهولة حصر القطيع الذي كان موجودا في منحن النهر حيوانات الحمار الوحشي والأثقل بكثير من حيوانات النو وبالتالي من الصعوبة جرها التمسيح الكبير وحدها تقدر على هذا انتشر القطيع عادة ما تحتاج التمسيح لدقائق معدودة لتقييم الوضع ان التمساح الذكر المسؤول بدأ الهجوم أولا حتى ان هذا التمساح الكبير لم يستطع جر فرسته إلى المياه الضخلة وبقي الحيوان واقفا على قدميه انتهز التمساح الفرصة المناسبة لاختيار ضخية منفردة فاجأته رفسة غير متوقعة على ظهره ربما يكون سبب ان هذه التمسيح ابتعدت عند العبور الجماعي انها تعرض اعمدتها الفقرية لعدة مئات من الكيلو جرامات وبالتالي وجدت حيوانات الحمار الوحشي نفسها محصورة في بقعة عند الجدار المنحدر للضفة ما عليها الا العودة وما على قطعان التمسيح الا الانتظار التمسيح تهاجم ولكن بلا جدوى والمرة والاخرى ينقاد الحمار الوحشي الى الماء الهادئ والمخادر الحمار الوحشي الاول امسك من انفه من قبل تمساح اخر وخلاصة الامر انه يعاني والحيوان الثاني لم يسلم ايضا التمسيح الان ليست في حاجة الى السرعة فالفريسة اصبحت حتما ملكا لها ان الحمار الوحشي ضاعف بسبب نزف دمه وبعد دقيقتين جرى نهائيا تحت الماء واخيرا وجدت هذه الحيوانات خلاصها في اخدود حيوانات فرس النهر الكل لعب دورا والكل اراد المساهمة في المسيرة قلة من التمسيح بذاك الحجم الكبير تستطيع وحدها اكل حمار وحشي قتل حديثا تأخذ التمسيح قسما من الفريسة وتلتف حولها واذا لم تكن هذه القطعة مثبتة بطريقة او باخرى فسوف تدور معها هذا المنظر من العنف والدم ربما يبدو كريها لنا في الواقع ان نمط حياتها اقل تعطشا للدم من نمط حياتنا وبسبب الحاجة تتدبر امرها للحصول فقط على وجبة كبيرة من اللحم كل عام في غضون عام هذا القطيع الكبير من التمسيح قتل حوالى خمسين ضبيا وحمارا وحشيا انه صياد ذكي ومحنك ان الذئاب الماء هذا اي التمسيح حافظت على ارث اسلافها منذ عصور اشتركوا في القناة